من عربي بوسنقرة أنظمة روسية في سوريا تربك الملاحة بمطار بنغورن الإسرائيلي تل أبيب طالبت إيقافها وموسكو ترد قالت قناة إسرائيلية رسمية إن الأنظمة الدفاعية التي يشغلها الجيش الروسي في سوريا تستسبب في اضطراب الملاحة الجوية بمطار بنغورن في تل أبيب وأضافت أن تل أبيب طلبت من موسكو وقف تشغيلها لكنها رفضت يأتي ذلك بينما أعلنت تقارير إعلامية إسرائيلية الأسبوع الماضي عن وجود مفاوضات إسرائيلية روسية من أجل تهديئة الأوضاع على الحدود مع سوريا خاصة أن تل أبيب تخشى أن تستهدف طائراتها القوات الروسية المنتشرة في أكثر من منطقة داخل سوريا ترجمة نانسي قنقر